الحمد لله صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد أهلا بكم في هذه السلسلة الجديدة أسماء صبيان من الصحابة الكرام اليوم مع الحلقة الأولى نذكر فيها بعض أسماء هؤلاء الكبار الذين هم صفوة الله من خلقه بعد الأنبياء والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مسلما ومات على ذلك وعمدتنا في هذه الحلقات كعمدتنا في تلك الحلقات أسماء بنات من الصحابيات الكريمات وهو كتاب الإصابة في تمييز الصحابة رضوان الله عليهم جميعا نذكر بعض أو شيء يسير من فضائلهم من هجرتهم من مواقفهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نحبهم لأنهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بفضل الصحابة نحن اليوم مسلمون نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا والحمد لله وأن لا يمكن كنا نعبد كما يعبد غيرنا من الأمم الأصنام والأوثار أنتم تعرفون هذا الحمد لله على نمة الإسلام والسنة ومعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم العمل بذلك وترك ما يخالفه مهما كان ونبدأ على بركة الله تعالى الإسم الأول أبان بن سعيد بن العاصي الأموي القرشي كان أبوه من أكابر قريش وله أولاد نجباء أسلم منهم قديما خالد وعمر ما معنى أبان؟ فهم معنى الإسم يفيد في محبته وتسمية به أبان الشيء أوضحه وأظهره الإسم الثاني في هذه الحلقة إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف إبراهيم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء جميعا من بعده معروف ومشهور خليل الله لسنا نتكلم عن الأنبياء اليوم نتكلم عن الصحابة كثير من الناس معرف أن هناك صحابي اسمه إبراهيم مثلا وهناك ثاني وهو إبراهيم بن عبيدة بن الحارث بن المطلب ووالده جريحا في بدر كان ضمن ثلاثة بارز المشركين وهم حمزة وجدنا أمير المؤنين علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب حمزة وعلي قتلا الكافرين وجريحا عبيدة ثم مات وهو في الطريق الرجع إلى المدينة في مكان يسمى الصفراء وذفنه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البقعة كما ذكرت ذلك في كتابي مسكو الكتاب صفحة 284 إلى 288 وهناك ثالث وهو إبراهيم بن الحارث القرشي هاجر مع أبيه إبراهيم بن عباد الأنصاري الأوسي الحارثي شهد أحودا هذه فضيلة عظيمة ثلاثة أبزى الخزاعي مولاهم والد عبد الرحمن ما مع معنى أبزى؟ أبزى بالأمر قوي عليه وضبطه أربعة أبيض بن أسود هذا يمكن أغرب اسم صحابي أحد من توجه لقتل ابن أبي الحقيق اليهودي خامسا أبي بن كعب الأنصاري البدري النجاري المقرئ وكنيته أبو المنذر أحد سادات القراء أحد أربعة جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شهد بيعة العقبة وأحودا وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما مباركا وكان رأسا في العلم والعمل رضي الله عنه وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاد بن جبل وأبي بن كعب وفي الصحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا يعني سورة البينة قال يعني أبي وسماني لك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبكى الله تبارك وتعالى يأمر نبيه أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب ثم يأتي من يلعنهم ويكفرهم ويسبهم من شدة بغضه لهؤلاء الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونشروا الإسلام وفي مسلم أيضا عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني آية الكرسي قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر وهناك ثاني وهو عبي بن أمية الكناني الليثي أسلم هو وأخوه كلاب وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهناك الثالث وهو أبي بن عجلان أخو أبي أمامة الثالث معنا في هذه الحلقة أثال بن النعمان الحنفي والد ثمامة الصحابي سيد أهل اليمامة ما معنى أثال؟ الأثال المال الشرف المجد معنى الاسم جميل قد لو ما فهم الإنسان معنى الاسم لا يسمي به السابع معنا في هذه الحلقة أحمد بن حفص المخزومي أبو عمر مشهور بكنيته طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد لكن كلامنا الآن في الصحابة كثير الناس هنا واحد منهم ما كنت أدري أن هناك الصحابين اسمه أحمد الثامن الأخضر بن أبي الأخضر الأنصاري تسعة الأدرع السلمي ما معنى أدرع؟ أدرع لبس الدرع فهذه أسماء جميلة كان يسمون بها لأنه يلبس الدرع في سبيل الله لعلاق كلمة الله لنشر الخير لنشر النور لنشر الهداية عشرة إدريس أحد المهاجرين الثمانية من الحبشة 11 آدم بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم أبوه بن عم النبي عليه الصلاة والسلام معنى آدم بينهما إيداما أصلح وألف رقم 12 أدهم بن حضرة اللخمي الراشدي هذا ما تيسر إراده اليوم والحمد لله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اشتركوا في القناة